عاد الهدوء اليوم إلى مدينة عتق بمحافظة شبوى بعد يومين من المصادمات بين قوات الأمن الخاصة وعناصر محسوبة على الحراك الجنوبي حيث فتحت الدوائر الحكومية أبوابها بما فيها مبنى ديوان المحافظة الذي تعرض مساء أمس الأول لهجوم بقذيفة أروي جي لم تسفر عن أي أضرار كما فتحت المحلات التجارية الخاصة والبنوك والمصارف أبوابها وعادت الحركة المرورية في المدينة لطبيعتها واختفت تواجد الأمني في شوارعها بما فيها جولة النصب التذكاري التي شهدت أمس مواجهة واشتباكة عنيفة بين الحراك والشرطة وشهد المواطنون يتسوقون في أسواق المدينة غير أن عددا من المدارس الحكومية والأهلية ظلت مغلقة في ظل إجازة أعطيت للطلاب يومي الأربعة والخميس خوفا من تجدد المصادمات